اشتركوا في القناة من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الأمثل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار لا يزال تداول تحت الضغط السلبي وذلك باستمرار تداولاته أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد شاهدنا يوم الأمس العديد من المحاولات لكسر مستوى الواحد فاصل واحد وعشرون الف ومائتين والذي تحدثنا أنه بكسر هذا المستوى سوف تبدأ الأسعار باستئناف المسار الهابط تستهدف مستويات الواحد فاصل عشرون الف إذن أخواني العزاء بشكل عام ثبات الأسعار أعلى مستويات الواحد فاصل واحد وعشرون الف ومائتين قد يعيد زوج اليورو دولار لاستمرار السير في ظل القناة العرضية الماثلة ما بين مستويات الواحد فاصل واحد وعشرون الف ومائتين والمقاومة الماثلة عند مستويات الواحد فاصل ثنين وعشرون الف وثمانمائة أما كسر مستوى الدعم الماثلة عند مستويات واحد فاصل واحد وعشرون الف ومائتين والتداول دونها قد يدخل زوج اليورو دولار في الموجة التصيحية الهابطة الذي قد تصل لمستويات الواحد فاصل عشرون الف خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الباون دولار هو الآخر قد بدأ بمحاولة التماسك بالزخم الصاعد أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد شاهدنا يوم الأمس العديد من المحاولات لإعادة اختبار المتوسط المتحرك ولكن عاودت الأسعار ونجحت بالثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرار ثبات الأسعار أعلى مستويات 1.3600 قد تعيد الأسعار إلى تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 1.38000 بعد أن حققت الأسعار الهدف الأولي الذي تحدثنا عنه يوم الأمس وهو مستويات 1.37000 إذن أخواني العزاء شرط استمرار السيناريو الصاعد لزوج الباوند دولار هو الثبات أعلى مستويات الواحد فاصلة خمسة وثلاثون ألف ومائتين وخمسون ويلغى السيناريو الصاعد في حال تمكنت الأسعار من التداول دون هذا المستوى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الباوند ين هو الآخر قد أعاد اختبار منطقة الدعم الماثل عند مستويات 141.400 وطوال ما هو يتداول أعلى مستويات الـ 141.400 وتمكن ونجح من الثبات أعلاها قد نشاهد إخواني العزاء محاولة التمسك بالزخم الصاعد ومحاولة الانطلاق لتحقيق مستوى الـ 142.5144 كهدف رئيسي خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد وهو استمرار ثبات الأسعار أعلى مستويات الـ 140.400 إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي قد نجح بالتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد بدأ بالصعود يوم الأمس محققا الهدف الأولي الماثل عن مستويات 0.78 ألف وحاليا بعد أن تمكن ونجح بتحقيق الهدف الأولي بدأت الأسعار بخلق موجة تصحيحية هابطة وحاليا الأسعار تعاود الاقتراب من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم للمرة الرابعة على التوالي وبشكل عام لا يزال الزوج في طور المسار الصاعد وفي ظل القناة الرئيسية الصاعدة وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 0.76 ألف وستمائة لا يزال يعتبر كل هذا الهبوط الذي قد يحصل وسوف يحصل حاليا هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر نتوقع انتهاءها مع تراجع الزخم الهابط واستيناف للمسار الصاعد لمحاولة اختراق مستويات 0.78 ألف وتحقيق أهداف قد تصل لمستويات الثمانون ألف خلال التداولات القادمة بإذن الله تعالى إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل زوج الدولاريان ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الدولاريان هو الآخر لا يزال يتداول في ظل النطاق العرضي المحصور ما بين مفتاحي التداول الماثلين عند مستويات 103.700 و104.200 وتحدثنا في التحليل السابق لن يحدد الدولاريان مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختراق أحد هذين المستويين وأحد مفتاحي الاتجاه فحينها سوف يبدأ الدولاريان في تحديد مسار واضح وصريح إما بكسر مستويات 103.700 فحينها سوف يعود للمسار الهابط بقوة وأما في حال فشل في الكسر وبدأ بالصعود ونجح باختراق مستويات 104.200 فحينها سوف يبدأ بتغيير المسار إلى المسار الصاعد واستهداف أرقام قد تصل لمستويات 105 و106 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الدولار ليرة تركية لا يزال يتعرض لمزيد من الضغوطات بعد أن فشل بالحفاظ على التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحاليا مثلما تلاحظون الأسعار لا تزال تتداول أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن التداول بهذا الشكل لا يدل على المزيد من السلبية وإنما يدل على عرضية الأسعار وأن الزوج والأسواق بشكل عام منذ الأمس قد دخلت في مرحلة حارية جدا نشاهد أغلب الأزواج عرضية أغلب الأزواج في تصحيحات مؤشر الدولار متماسك وشبه متوقف ينتظر حركة قادمة أيضا يؤثر على بقية أزواج العملات بنفس المقدار ونشاهد أيضا أخواني العزاء أن زوج الدولار ليرة تركية بالرغم من تداولاته أسفل متوسط المتحرك إلا أن الأسعار قد وصلت إلى مناطق تشبعات بيعية قوية جدا فهذه التداولات أسفل متوسط تدل على العرضية وقد يكون هناك حركة قادمة للدولار ليرة تركية خلال الساعات القادمة أما بشكل عام طوالما أن الأسعار تتداول أسفل مستويات 7.50 لا تزال تحت النطاق السلبي ونتوقع استيناف الهبوط لأهداف قد تصل لمستويات 7.30 و7.20 أما العودة أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا نجحت الأسعار من اختراق مستويات 7.50 والثبات علىها فحينها سوف يكون أولى خطوات استعادة المسار الصاعد لزوج الدولار ليرة تركية وسوف يعود الدولار لتحقيق بعض المكاسب وتعويضها إذن أخواني العزاء حتى اللحظة لا يزال السيناريو السلبي هو المهيم على الموقف وفي حال وجود أي تحديثات سوف نوافيكم أولا بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين قد تمكن من التداولات الإيجابية وقد حاول يوم الأمس تحقيق الهدف الرئيسي الماثل للمستويات 40.000 دولار وحاليا لا يزال البيتكوين لا يزال التداول في ظل الاتجاه الصاعد ولا يزال متماسك بشكل قوي جدا ومثلما تحدثنا استمرارية ثبات التداولات أعلى مستويات 30.000 دولار قد تقود الأسعار مجددا لمحاولة استهداف مستويات 36.000 دولار و40.000 دولار خلال التداولات القادمة ولا يزال البيتكوين في طور الاتجاه والمسار الصاعد طوالما هو يتداول أعلى مستويات 30.000 دولار إذن أخواني العزائل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات في حال لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق وسوف أقوم بالرد بإذن الله تعالى أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله